واتكلمنا قبل الفاصل عن الابتلاءات المختلفة اللي مر بيها سيدنا إبراهيم من رفض أبوه لي وللإيمان بالله وبكفر وتمسكه بالكفر للقوم برضو إنهم أصروا ورموه في النار وكانت برضا وسلاما وبنستكمل كلامنا يا مولانا الوقت مع قصة النمرود مع سيدنا إبراهيم النمرود كان ملك يدعي الإلهية كذلك شأن كل الملوك المختلين عقليا فرعون والنمرود إبراهيم راح عليه السلام راح يدعوه بهذه الدعوة دعوة التوحيد فشأنه شأن من يريد أن يقيم النبي له حج على ذلك فهو كأن الآية طوط هذا ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي يومي كأنه قاله إيه الدليل في ربك قاله ربي الذي يحي يومي فهو لمجدلته بالباطل قال أنا أحي وأميت كان ممكن سيدنا إبراهيم يقوله أنت فكرتك عن الإحياء والإمات الخطأ ولكنه انتقل منها إلى إفحامه بأن طلب منه أن يأتي بالشمس من المغرب بما أن الله يأتي بها من المشر فبهت الذي كفر